بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أيها الفضلاء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في هذه الدورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة مباركة ينفع الله تعالى بها أهل العلم والدعاء على وجه أخص أيها الفضلاء الكرام سوف يدور حديثنا عن واجبنا نحو الأقصى وفلسطين والحديث عن الأقصى وفلسطين حديث يملأ القلوب رغبة وشوقا إلى تحرير المسجد الأقصى الأسير وإلى استنقاذ أهل فلسطين مما يعانونه من البلاء والضراء الذي نزل بهم وعلى كل مسلم واجب في نصرة أهل الإسلام أين كانوا وحيث كانوا ولهذا فإننا في هذه الحلقة سوف نحدث عن مقدمات فيما يتعلق بالواجب نحو المسلمين عامة ونحو أهل فلسطين خاصة سيدور الحديث في نقاط معدودة وفي وقفات محدودة أولها الواجب نحو فلسطين وكل قضايا المسلمين والثاني في بيان أن النصرة فرض عقدي وهذا الواجب فردي وجماعي والثالث في حكم النصرة وبيان أن حكم النصرة أنها أمر واجب فقهي وأمر واجب بشكل عملي ثم نتحدث عن أن النصرة منهج اجتماعي ومسلك تربوي ثم نواصل حديثنا عن أن النصرة أيضا جهاد عسكري وعمل ميداني ثم في حلقة تأتي نواصل هذه المقدمات بحول رب الأرض والسماوات أيها الفضلاء الكرام حين نتحدث عن قضية فلسطين فإننا نتحدث عن كبرى قضايا المسلمين هذه القضية العظيمة الجليلة تأتي على رأس قائمة قضايا الأمة وقضايا الأمة كثيرة لا يمكن اختزالها في قضية واحدة وإنما نذكر بقضية فلسطين لأنها قضية تتعلق بجميع المسلمين فالمسلمون جميعا مسؤولون عن نصرة هذه القضية كما سيأتي بيان ذلك في قول الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله وهذا القتال قتال يراد منه النصرة على ما سيأتي بيانه بحول الله تعالى أول نقطة في هذه الدورة وفي هذه الحلقة بيانوا أن الواجب نحو فلسطين ونحو قضايا المسلمين في جميع الأسقاع والأمصار في كل الزمان وفي كل المكان يمكن اختزال هذا الواجب في كلمة واحدة كلمة واحدة هي الواجب على جميع المسلمين نحو قضاياهم في كل الأرض التي نعيش عليها هذه الكلمة هي النصرة وتحت هذه الكلمة ما لا يحصى من الفعال والأعمال والأقوال التي يحبها الله تعالى ويرضاها إنها النصر والنصرة والانتصار وكل ما يتعلق بهذه الكلمة وقد قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر يعني يجب عليكم النصر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال على من نصرتي على من نصرتي فقال صلى الله عليه وسلم على كل مؤمن أو قال على كل مسلم إذن نصرة المؤمن على المؤمن واجبة وفلسطين كبرى قضايا المسلمين تدعونا لنصرتها والنصرة كما تكون باللسان تكون باليد وكما تكون باليد واللسان فإنها تكون بالبنان وكما تكون بذلك كله فإنها تكون بالجنان فأنت تدعو الله بنصرة أهل الإسلام في فلسطين وفي غيرها وأنت تكتب وتحاضر وتتكلم وتحث المسلمين على أن يقوموا بهذا الواجب نحو الأرض المباركة في فلسطين ثم أنت إن ملكت أن تبذل مالك أو أن تبذل دمك في هذه القضية فذلك مما تكمل به وتتم معاني النصره إن ما يجري لإخواننا في الأرض المباركة كل يوم هو احتلال وتدنيس للمقدسات وسفك لدماء الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء إن ذلك البغي لا يرد إلا بالجهاد النصرة طريق واحد هو ذروة سنام الإسلام كما قلنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ولهذا فإننا نقول خلوا الطريق لنا فنحن الناس أما الذين بغوا فهم أنجاس مسر النبي لنا جميعا كله لا النصف لا الأرباع لا الأخماس ولا ينصرن الله ناصر دينه هذا هو المعيار والمقياس إذن هكذا ينبغي أن يكون شعار المؤمن والمسلم نحو هذه القضية عهد على الأيام ألا تهزم النصر ينبت حيث يرويه الدم إذا أردنا أن نفصل في هذه النصرة فإننا نقول إن النصرة فرض عقدي فردي وجماعي لماذا؟ لأن الموالاة بين المؤمنين هي عقيدة راسخة وهي فريضة إيمانية واجبة كما قال ربنا جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فهذه الولاية التي تكون بين أهل الإيمان تقتضي محبة ونصرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أي عرى الإيمان أوثق؟ قال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله إذن أهل لا إله إلا الله يتناصرون فيما بينهم يتعاونون فيما بينهم يتكاتفون فيما بينهم ثم إن هذه الروابط النسبية أو الإنسانية أو الوطنية أو الإقليمية أو القومية أو الاجتماعية مرعية في حدودها شريطة ألا تحل هذه الروابط حراما وأن لا تحرم حلالا وأن لا تتقدم على رابطة الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة ولهذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إذن ينبغي أن يكون الولاء منعقدا بين أهل الإسلام على المحبة والنصرة وكما قلنا فإن النصرة تكون باليد كما تكون باللسان كما تكون بالبنان ولا بد وأن تكون دائما أبدا بالجنان أي بالقلب إذن من النفاق الواضح ومن الإعراض عن دين الله تعالى الفاضح أن يضعف إيمان العبد فيوالي أعداء الله ويعادي أولياء الله وهذا ينقلنا إلى نقطة أخرى وهي أن النصرة حكم فقهي وهي واجب عملي أيضا لم ترى في أن النصرة واجب شرعي وأنها حكم فقهي عملي أوجبه الله تعالى على عباده وقد قلنا إن الله عز وجل أمر بالنصرة فقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النص والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن يد المسلمين على من سواهم وأنه تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأنهم يجير المسلم على المسلم ويجير على المسلمين أدناهم كما أخبر صلى الله عليه وآله ويرد على المسلمين أقصاهم إذن هذا يقتضي أن كل مسلم عليه واجب في مسألة النصرة وهذا الواجب واجب عملي لماذا؟ لأن المؤمن كما في الحديث إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس هذه قضية مسلمة ولهذا يتناصر أهل الإسلام من مشرق الأرض إلى مغربها من شمالها إلى جنوبها ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لما هاجر إلى المدينة واستضعف الطائفة من أهل الإسلام بمكة أنه كان يدعو لهم فكان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة بعد الركوع قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد ويدعو لنفر من هؤلاء ثم يقول اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر يعني على كفار قريش اللهم اجعلها سنين كسن يوسف هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الانتصار ويعلم المواساة وهذا الانتصار وتلك المواساة تكون باليد كما تكون باللسان كما تكون بالقلب والجنان إذن هذه المسألة مسألة مهمة وفقهاؤنا وعلماؤنا يبينون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون في حاجة إخواننا من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته وأي حاجة أعظم من أن تفرج كربته وأن ترد غربته وأن تفك أسره إذا كان مأسورا هكذا يجب على المسلمين بل إن أهل الإسلام ينصرون أهل ذمتهم إذا استضعفوا بغير حق أو إذا غلبوا في حرياتهم أو في أموالهم ونحو ذلك بل يعد أهل الإسلام نصرة الذمي عملا شرعيا ويأمرون به ولو أفضى هذا إلى تضييع بعض الفرائض أو تأجيل إقامة بعض الأحكام الشرعية طلبا لإنقاذ النفوس المعصومة إذا تعرضت لشيء من الهلكة إذن ليس يعلم في دين ولا في شريعة مثل هذه الأحكام التي تجعل النصرة والإغاثة للمستضعفين مقدمة على سائر الأحكام التي تتعلق بالمسلم في دينه وعبادته بهذا نكون قد أتينا على بعض هذه النقاط المعدودة المحدودة في واجب النصرة على أهل الإسلام بعضهم لبعض لنتناول في الحلقة الآتية واجبات أخرى من منطلقات إيمانية وتربوية وسياسية وعسكرية نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواب كريم بر الرؤوف الرحيم وأن يحقق أخوتنا فيما بيننا وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه واتبع رضاه برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين